في هذه الشراكة الحقيقية هايا مو شغلتك ومو شغلتك هايا مو شغلتك نقول للسيد ما شغلتك نحن عشت 18 سنة حكومات توافقية ما حصلنا غير الموت والتهجير والقتل وداعش وشعب فقير وتجويع وموت وتقاطعات سياسية وتدخل خارجي وهذا اللي انت الصورة تعيشها بالشارع دعونا مرة نجرب خطابا غير خطابكم دعونا نجرب هذه الحكومة مرة بحكومة الاغلبية الوطنية واذهبوا انتم الذين تعشقون المحاصصة راقبوها بالبرلمان كمعارضين انتوا هاي الفرصة خلوا الرجل مثل ما انتم اشتغلتم يشتغل اولا استاذ نجم يعني اعيد الترحيب بالضيف العزيز الشيخ صادق واهلا ومرحبا به اولا استاذ نجم اعتقد انه التيار الصدري الان الذي اهلا وسهلا اللي الان يطالب باغلبية وطنية هو يعني كان جزء من العملية السياسية السابقة وبالتالي عملية المطالبة الان يعني لا يعني يحمي الكل من عدم شراكته في الحكومات السابقة وبالتالي الجميع كان مشترك ضمن هذه الحكومات ونسميها ما نسميها حكومات توافقية حكومات محاصصة حكومة غير حكومة الاغلبية شنريد نسميها خل نسميها الجميع كان مشترك ضمن هذه السنوات اليوم والله انا قلت لك في بداية الحديد قلت لك ماكو اجمل من تنفيذ العملية الديمقراطية بكل حدا فيها انه الديمقراطية هو حكم الاغلبية فبالتالي اليوم انا اسأل سؤاله من خلال قناتكم الموقرة لو الاطار التنسيقي اتفق على ما يريده على تحقيق ما يريده السيد مقتدى الصدر وهو حكومة الاغلبية وبالتالي يتفق ويتحالف مع التيار الصدري في ان يمثل هو وحدهم هم يمثلون اغلبية هل سيقبل يعني تقدر تضمن لي الاطراف والاخوة المشتركين الاخرين معنا في العملية السياسية واعني هنا الاخوة الكردي والسنة هل يقبلون في هذه الشراكة الحقيقية هايا مو شغلتك ومو شغلتك هايا مو شغلتك نقول لك سيد لا شغلتك لا 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 بس خلي اخدمك استاذ نجيم بس خلي اخدمك الله يرضى عليك لا عفو بس لو اسمعلي دقيقة لا لا عفو تفضل مو بالالفين وخمسة اي بالالفين وخمسة جربناها التعالف الوطني بعنوان الكبير شكل اغلبية اراد ان يشترك دخلونا بقضية انه فيها تهميش فيها دكتاتورية فيها استعتار بالسلطة ما يجوز ما يجوز ما يجوز فبدت العملية على اساس العرف السياسي بانه الدستور يقول ان العراق بلد مكون المكونات وبالتالي بلد المكونات لا يمكن ان تمضي فيه حكومة اغلبية شياسية شكرا للمشاهدة اغلبية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة